موسيقى مساء الخير من القاهرة والناس نشر إخبارية جديدة إليكم أبرز عنوينها الرئيس يفتتح أنفاق العبور الجديد ويشدد سيناء أرضنا ولا يوجد تهديد خارجي نخاف منه بالأرقام نتائج التطوير في قناة السويس غدا الأحد ختام فعاليات لومارشي وإليكم تفاصيل النشرة كان من المخطط حفر أنفاق القناة في 12 سنة ولكننا إنجزناهم في سنة ونصف هذا ما أكده رئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بافتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى بمنطقة قناة السويس بالإسماعيلية وانتهاء أعمال حفر وطبطين أنفاق قناة السويس وفق الجدول الزماني المحدد في عبور تنموي جديد إلى سيناء مشاددا على أننا سنعبر من الأنفاق الأربع إلى سيناء في 30 من يونيو المقبل وهذا تحدي كبير ووصل الرئيس قائلا لا تتصوروا إن ما تم إنجازه في الأنفاق عمل بسيط هناك أربع شركات مصرية نفذت الأنفاق بخبراء ومهندسين وعمال مصريين كما اشترينا معدات من الخارج وأرجو أن نتوقف أمام هذا الكلام لأنه ليس عملا بسيطا ووجه الرئيس الشكر للقوات المسلحة التي نفذت مشروعات أنفاق قناة السويس في الوقت المحدد وفي رسالة واضحة قال رئيس عبد الفتح السيسي أن سيناء أردنى وأن قوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بعنف ولا بد بفضل الله تعالى أن نضع حدا للإرهاب الموجود فيها قائلا بالنص إحنا نموت كلنا ولأن حد يقرب من أردنى والموضوع مش بالكلام مشهددا في رسالته للمسردين أنه لا يوجد تهديد خارجي يمكن الخوف منه وطالما أن المسردين يدا واحدة لا يستطيع أحد التأثير عليهم سيناء أردنى وسيناء إحنا عشان بس الناس اللي تبعى الآن لا القوات المسلحة ستقوم بكل العنف بكل العنف أيوة بكل العنف ولازم بفضل الله سبحانه وتعالى نضع حد للإرهاب اللي موجود فيها إحنا نموت نموت كلنا ولأن حد يقرب من أردنى والموضوع مش بالكلام اسمعوا ما فيش تهديد خارجي تخافوا منه أنا ما بخافش جرحك واحد منكم أنتم يا مصري هذا وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن التطوير الشامل للمجرى الملاحي للقناة بدأ يؤتي ثماره مضيفا أن أعداد السفن العابرة للقناة زادت بنسبة 12.2% في ديسمبر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وزيادة قدرها 15.8% في الإيراد بالدولار الأمريكي وذلك مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية مؤكدا أن قناة السويس هي شريان الحياة لمصر والعالم أجمع وشهدت مؤخرا زيادة عائداتها وتنمية المنطقة المحيطة بها وإنشاء مشاريع تنموية عملاقة تهدف لزيادة الدخل القومي وتسهيل سبل الحياة للشعب المصري العظيم الأسوأ بين دول العالم هكذا وصف السفير مروان بدر عادو المجلس المصري للشؤون الخارجية ووضع مصر المائية فمعظم موارد مصر المائية محدودة للغاية وتأتي من خارج البلاد مشددا على ضرورة حل أزمة سرد النهضة على عدة اتجاهات مع دول حوض النيل بالكامل وعلى ضرورة التحرك المصري الخارجية دبلوماسيا للضغط على دول أعالي نيل لتحقيق مصالح مصر المائية مستبعدا اللقوء للحل العسكري مع أثيوبيا وما زلنا مع النيل فقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن غرامة من خمسين إلى مئتي ألف كنيه كعقوبة للمتسببين في تسرب بقع السولار بنهر النيل وأشارت الوزارة إلى أن لجنة مشتركة من حماية النيل وجهاز البيئة والمسطحات تحركت إلى موقع تسرب البترولي بالأقصر وتم تمشيط ماجرانيل لتتبع مصدر تسرب البترولي وتم تفتيت بقعة التسرب وشفتها الحدث الأكبر في عالم الأثاث والديكور حيث تتواصل فعاليات لومارشي أكبر معرض للأثاث والديكور في مصر والشرق الأوسط في دورته التاسعة والثلاثين والذي سيستمر إلى غدا الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر واستنجاح باهر وأقبال الكثير من الأسر المصرية على اقتناء كل ما هو جديد من معروضات الشركات المشاركة التي تزيد عن 250 شركة من كبريات شركات الأثاث والديكور في العالم وتقام هذه الدورة على أكبر مساحة عرض في مصر وتمتد إلى خمس قاعات في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة ناصر وتتميز هذه الدورة بوجود تخفيضات كبيرة تصل إلى الخمسين بالمائة بالإضافة إلى تسهيلات كبيرة في السداد وتأتي هذه الدورة كتتويج لمكانة لومارشي الريادية والذي بدأ فعالياته في عام 1987 ليكون المعرض الأعرق في المنطقة نشرتنا انتهت إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة